بصوا يا حلوين انا حبيت النهاردة قدم لكم النصيحة المطبخية دي علشان تبقي استاذة لو عندك اكبر عزومة حتى لو ميت فرد تقدر ان انت تسدي فيها لوحدك بصوا بقى الطريقة دي بتنفع لو انت عندك فاخدة ضوني لو عندك فاخدة عجلة حتى لو عندك اكبر دي كرومي وزنه معدل 5-7 كيلو لو عندك بط عجوزة بقالها 5-6 سنين من ربيها عندك على السطح وخايفة ما تستويش منك حتى الحمام تقدر تسويه في الكيس الحراري والمنبار والكرشة وكل حاجة تبلي الحاجة بتاعتك حالو وحطيها في الكيس الحراري وممكن جدا كمان افضل ان انت تبيتيها في التدبيلة تاخدي احلى لحمة دايبة روعة حرفيا الكيس الحراري وبعد ما تحطيها في الكيس الحراري بتقفلي كويس بتديله بس فتحتين صغيرين بعد كده بتحطي في مقدار مثلا لتر او 2 لتر من الماء على حسب الحاجة اللي انت هتسويها زي ما انتلك حتى لو فاخد الضاني ولو خروف كامل كمان هيطلع معاكم مستوي زبدة